هناك الكثير من القصص صارت معي أكيد أنني فكرتها مثلهم يريدون يتحرش ويريدون يتسلح لأروع القصص، اشتركوا الآن بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب هذه طبيعة لبنانية وأنت ظلتك متمسك فيها وأني متمسك فيها حتى آخر نفس متمسك بالتنتين حتى آخر نفس بحياتي باللبنانية؟ باللبنانية والسرلانكية كيف خبرت اللي زوجتك الأولى أنك أتزوج من إمرأة أخرى من أول ما تزوجت لأني حبتّق سمر من أول ما تزوجت ونصيب يعني وبقي هالحب هذا بقلبي يعني فجوزت مرتي أميرة وحبيتها وتجوزنا وجبنا عياله وولاده وكذا فكرت أني بالزواج مرة تاني أعرف كيف لكن مثل ما قلتلك قبل شوي لماذا المرأة بدأت تكون أداة لتفريغ رغبات الرجل لما المرأة مرضت لكن لما المرأة مرضت قررت تزوج عليها صار في عندي نقص يعني صار في عندي نقص لا سمح الله إذا أنت مرضت وحست هي بالنقص أنا أريد أن أذهب تجوزها هي طلبت طلبة بس أنا لم أقبلها قلت لها ما أطلقي كلها على أهي لما أعرفك بدأك تتجوز طلبة الطلاق لا بعد ما تجوز طلبة بعد ما تجوزت أنا جيت خبرتها وخبرت أهلين وأني تجوزت وكذا أعرف كيف لقيت مشاكل أنا خبرت بعد ما تجوزت شو خبرت قلت لي أنا لقيت لبي يعني اللي بد هي لقيت الصمرة اللي بد هي وهي ملاقي فيها المواصفات وبدأ أركز وبدأ أعود أعرف كيف قالت لي هي لا أنه ما تتجوز سرلنكية أنه تجوز لبنانية قلت لي لا أنا ما أريد إخلي لبنانية هي اعترضت إذا بدك تتجوز تتجوز لبنانية ما تتجوز سرلنكية قالت لي أني قال أنه خادمي وما أعرف ما قالت لي أن كلنا خدام عند الله وكلنا خدام عند الأغنية وكلنا عم نشتغل يعني شو أنا مش عم بشتغل أنا مش خادم مرتك اللبنية اسمها أميرة أميرة ومرتك السرلنكية بريانجيني 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 مصر خير مصر خير مصر خير أعلمك الحلوين بعدك تحبها متأول نهار شفتها؟ كأنه هلأ شفتها مررت بريانجيني هي تعرف أكيد أنا أحبها صار لك كم سنة في لبنان أول شيء؟ 23 سنة يعني صرت هلأ لبنانية بالخط العريض لما جيت فكرت بلحظة أن بريانجيني ممكن تصل على لبنان أن تجوز لبناني؟ لا ولا ممكن فكرت هيك موضوع أبدا؟ أبدا جيت بس تتشتغلي؟ أه وين كنت تتشتغلي قبل ما تتعرفي على؟ كان بيستغل بفرحتك وين؟ كفرحتك 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 ويند مستر علي بريانجيني لما كنت تتشتغلي كيف تعرفت على الخواجة لحدك؟ كفرحتك ندري فيتي مرة وهو كان إيجا أنا كان أدي هونيك وهو إيجا حطيت عيني عليها بدي قوم روح قالوا لي أعوده وكذا أعدت أنت كنت صهراني عن صديقتك وإجا ناجي عمل له لصاحبه عمل له هاي أنت لفتك أو ما لفتك أول ما شفتين؟ إله أنا لا ملا فتألم أول شي كيف؟ ماذا هالخطيار يتلع بي؟ ماذا؟ كيف قالتك؟ ماذا هالخطيار عم يتلع فيي؟ ماذا ه whats بالك؟ شو أن الخطيار عم يتلع فيك؟ 베طاقTーボ طُعض خطيار ماذا خطيار؟ عندما خطيار ماذا بدك تقول، خطيار بيركع بيروح لحاله؟ مبارب قلت عنه خطيار انت بهاللحظة اعتبرت فعلا رجل حبك او اعتبرت اول لحظة يمكن رجل بده يستغلك وبده يتحرش فيك اكيد فكرت هيك بده يستغلني ويحرش فيك لانه مش اول مرة وبيعطيني هذا التليفون نمبر يعني كاسا مرة فيه ناس بيعطوني تليفون فيه ناس بدي يقلك يمشي التدهاري يمشي شمي الهواء هيك يعني كتير قصص صارت معي اكيدنا انا فكرت هو مثلهم يعني بده يتحرش وبده يتسلع طيبا قلبي ما في هوب يعني ما هابيت ما بارك ما هالسيطة بدي جوّس يعني لما شفت ان هو مصره ويحكي معك فيلك وبده يحكيك وبده يشوفك وشفت اصرار وشفت ان شخص ما بده يتسلع كيف تبدلت مشاعره قيّرت مشاعره قيّرت عقلي وانا يلتلا لما دام هاك هاك قصة ناجي كتير و هي كامان عمبيناني و باينا لها ميها و كتير و بتهبك لو ما بيهبك ما بيجي لا هوني وانتي لهالك ليس مجوّسي انتي لانك انا مجوّسي هونيكي بطلق واندي بنتين وقال لي قيّرت لي انت بديك دلت دلت يستكلل لأولادك وانتي كامان نشوفي حياتك و هاكي بلا شئ نعيك هني اناعوني هني اناعوكي انه انت مجوّزي ومطلق وعندك أولاد هونيك فيشوف حياتك هو كان خطيار بعضه ناطر ايه قال لي كان يمّن مش عم بيخلّي عنك ضلت ككر فكر فيك ابكي تبكي ايه ايه كان بيقل لي ابكي ليه تبكي بالله بسحط راسي على الفرشة ابكي ليه تبكي ما عم بقلك في جراح قديم في جراح قديم و لقيته فيها موتت لي حب قديم وبلّش تقول خليني فكر بحالي وصلنا للتحدي التاني اللي هو صعب انك تكتشفي أنه فعلا بحبك وأنه هو رجل متزوج لما خبرك أنه مجوز هو من أول أقل لي مجوز أنا كلمة لهيك رفضت أكتر شي لما أقل لي بدي أجوزي تكوني أنت ضرة وتكوني أنت الزوجة الثانية أي أسئلة من شو خافت بريانجلي قايفين منها أكيد يعني أكرتي بتكبيني بشاريا هلأ يمكن بجوزني بعد سنة سنتين بكرة بتكبيني بشاريا يمكن هيك بصير فيي هيك فكري كيف تيقسم ليلته أيمتا معي أيمتا معا لا هيك لا لأن كل شيء لألي كل لألي لا مش كل لألي ليش كذلك لما تحرفت على زوجته الأولى أول مرة شفت إياه أه أول مرة شفتها عنده مهل كانت عندهم بالمهل وحبتها يعني وشفعت عليها كتير شفعت عليها أنت قصدا شو عم بتقولي أمام أو اللغة العربية مش عم تسع فيه مش عم تفهمي لا فهماني كتير مني ما تخاف عليها أعرفي شو عم بتقول أه 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 من هل شكل يعني ما بارف أنت حبيتيا أه بس كيف تحبي امرأة بدأ تتقاصم معك زوجك ما بارف ما أحبيتها حبيتيا وهي أده حبتك مش عارفة عدش حبتني هلا عاليا بحبني هلا بتحبك أول شي كانت تحبك أو لا أول شي لا لا كان بكرهني كتير وممنوع فوتي لهون أه بلد ممنوع فوتي على المهل وبتيجي أه أه أنا فوتي على المهل وهي بتودحر من هون أنا فوتي هي من هون بتودحر ما بيشوفني ولا بيحقيني